الحانة الحانة يا ملك سيمبا أرجوك الحانة بسرعة المساعد رقم واحد مش لاقيينه الغايد دلوقتي نعمل ايه بس دلوقتي في المشكلة دي يا ملك سيمبا اهدى 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 نمو اهدى أنا عندي حل للمشكلة اللي احنا فيها دي طيب أنا هتصل بابني سيمبا دلوقتي ييجي يساعدنا وهو هي أم مكان المساعد ده هو طيب أرجوك بسرعة يا ملك سيمبا لحسن احنا مش عارفين نحل الموضوع حاضر حاضر يا نمو قالو قالو يا سيمبا حبيبي تعال لي دلوقتي يا حبيبي عشان عايزك في حاجة مهمة جدا بسرعة يا سيمبا أرجوك ما تتأخرش علي حاضر حاضر يا بابا أنا هاجي على طول ما تقللش ما زفت السكة وجايلك على طول ماشي ماشي يا سيمبا يا حبيبي ازيك يا بابا عامل ايه الحمد لله يا سيمبا حبيبي أنا عايزك يا سيمبا تبقى قد المهمة اللي انا هدها لك دي عايزك في المهمة كبيرة قوي قوي عشان المساعد بتاعنا تعبان هو ما بيردش علينا كمان ممكن يا سيمبا تقول اللي تقوم بالمهمة السرية دي طبعا طبعا يا بابا هعمل اللي انت عايزه كله بس بقولك ايه يا سيمبا المهمة دي ماينفعش اي حد يعرف حاجة عنها يا سيمبا ماينفعش حد يعرف حاجة عنها خالص خالص حاضر يا بابا ما تقلقش انا بحب المهمات السرية جدا هعمل كل اللي انت تقولي عليه طب يا سيمبا دلوقتي احنا هنعمل خير يا حبيبي ابو ارنوبا ساب الشغل بقاله يومين وهمة ما عندهمش فلوس خالص ولا حتى اكل وارنوبا الصغيرة دعانة جدا جدا سمعتا وهي بتقول لمومتها دلوقتي احنا عايزين نساعدهم عبل ما يلاقي شغل جديد يا حبيبي هتديك الظرف الحلو ده جواه فلوس هتخبط على بيتهم يا سيمبا مغير ما حد ما يشوفك وتسيف الظرف قدام الباب البيت بتاعهم وتمشي على طول بس اوعى حد يشوفك يا سيمبا اوعى يا سيمبا حاضر حاضر يا بابا ما تقلقش علي انا هعمل كل اللي انت قلتهولي واروح عند بيت عمه ارنوب وخبط عليه وامشي على طوله ما تخافش يا بابا مش اخليه شوفني برافو عليك يا سيمبا حبيبي برافو عليك يلا يا سيمبا روح يلا اعمل لنا قلتهولك وتعالى اقول لي ايه اللي حصل حاضر حاضر يا بابا ماما ماما انا كعانة اوي يا ماما ما لسي يا ارنوبا يا حبيبتي حاضر هشوف لك اي حاجة تكليها يا ماما انا مكلتش حاجة من مبارح وكعانة اوي اوي يا حبيبتي يا ارنوبا ما علش يا حبيبتي بابا ساب الشغل وما فيش هنا اكله خلص في البيت حاضر هدولك على اي حاجة يا حبيبتي عشان تكليها طيب حاضر رحي انت درواتي قطك وانا اول ما لاقي اي اكلها واعمل اكل هندي عليك على طول يا ارنوبا ماشي يا ماما هاخدش انام شوية عشان انا جعانة بس يا ماما ارجوك اول ما تجيب الاكل صحيني على طول حاضر يا ارنوبا يا حبيبتي حاضر حاضر ازايك يا اماما ارنوبا عاملة ايه الحمد لله اما ها جبت فلوس معاك لقيت شغل يا اماما ارنوبا ملاقيتش خالص خالص شغل يا اماما ارنوبا مش عارف بس اعمل ايه اعمل ايه بس ومعايش فلوس خالص يا نار ابيض يا نار ابيض ده ارنوبا صغيرة جعينا وعملة بتعيت ونفسها تكل اي حاجة انا هر ابيض يا اماما ارنوبا مش عارف اعمل ايه مش عارف اعمل ايه ايه ده مين اللي بيخبط علينا دلوقتي طيب استني يا اماما ارنوبا هروح ابص كده شوف مين 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 ايه ده ايه ده يا اماما ارنوبا ده الحقي ده ظرف في فلوس كتير قوي يا الحمد لله يا رب الحمد لله وكمان اللي في الظرف ده مكتوب عليل الفلوس دي بتاعتنا يا سلام يا سلام الحمد لله احمدك يا رب الحمد لله يا سلام الحمد لله يا ابي ارنوبا يلا بقى بسرعة هروح هتأكل الارنوبا الاحسن كعانا قوي وكمان هتلاقي شوية حاجات حلوة كده حاضر حاضر انا هروح اجيبلك كل اللي انتو عايزين وحاضر يا اماما ارنوبا بابا بابا انا عملت كل اللي انت قلتلي عليه يا بابا عملت المهمة بنجاح الحمد لله يا سلام يا سنبا شطر يا حبيبي شاطر يا سنبا شاطر حد شافك يا حبيبي لا لا يا بابا ما حد تشافني خالص انا كنت واخد بلي جدا جدا شاطر يا سنبا شاطر اهم حاجة للواحد يعمل الخير وما يخليش حد يشوفه وكمان ما نجرحش اللي احنا بنصعده ده باي كلام طبعا طبعا يا بابا انا كنت فرحان قوي وعمه وابو ارنوبا بياخد الفلسه فرحان كمان دي احلى حاجة يا حبيبي اللي احنا نساعد اي حد محتاج حطى يا سنبا لو انا عندي لبس كده ومش محتاجه ممكن ادي لحد غلبان ما عندوش لبس او هدومه متقطعة طبعا طبعا يا بابا انا بساعد اصحابي اللي ما عندهمش لعب بدلهم لعب اللي انا مش بلعب بيها شاطر يا سنبا برافو عليك يا حبيبي ازايك يا اصحابي عاملين ايه وحشتوني قوي وانت كمان يا سنبا وحشتين ايه يا عم كل ده تأخير ايا يا سنبا دخرت علينا قوي انت كنت فين انا كنت في مشوار كبه يا اصحابي انا جعان قوي ما تيجي يلا عشان نروح ناكل بطاطا طب يلا 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 يا سنبا يلا نروح نشتري بطاطا من عند عم فلافيلو الله الله يا اصحابي يلا بينا عم فلافيلو هتلينا يا عم فلافيلو ثلاثة بطاطا كده من ايدك الحلوة الجميلة دي حاضر يا حبيبي حاضر يتفضلوا ثلاثة بطاطا جمالة ام الفهانة وسيفة متشكرين قوي يا عم فلافيلو يلا يا اصحابي عشان ناكل احنا ناكل بقى في الحتة دي يا عم فلافيلو ماشي ماشي يا حبيبي كله الفهانة وسيفة الله البطاطا بتاعتها عم الفلافيلو دي حلوة قوي وتعموها جميل انا ببشباش منها انا هشتري من عنده تاني ايه ده ايه ده يا اصحابي لحقه العربية بتاعم بفلافيلو بتاولع ينهرب يدت حرقت خالص الحقوني الحقوني العربية بتاعت ولعت يا عربية يا حلوة العربية بتاعت اللي بكسب منها فلوسي كلها ولعت اعملي اعملي خلاص صاره واحبيتي بقى واسبها دلوقتي زعلان اوي اوي بابا بابا يا بابا انا عندي لك مهمة تانية خليني روح اعملها بسرعة ايه يا سنبا في ايه يا حبيبي والراحة بس فهمني انا مش فهم اي حاجة انا عندي يا بابا مهمة جدا لازم انا روح اعملها دلوقتي ايه هي يعني يا سنبا انا ما فهمتش اي حاجة يا حبيبي عمي فلافيلو عمي فلافيلو العربية بتاعته ولعت وهو ده اللي بيكسب منها اكله وعيشه كمان لازم نساعده يا بابا لازم نساعده باي طريقة طب طب يا سيمبة خلاص دي فكرة حلوة خالص طيب احنا بقى هنروح نجيب له عربية جديدة عشان يعمل فيها البطاطا ويكسب منها فلوس ماشي يا بابا ماشي يلا بسرعة طب يلا يا حبيبي يا سيمبة يلا تعالى عشان نروح نجيب له عربية جديدة بدل لتحرق ادي يا سلام يا بابا العربية بتتعم فلافيله الجديدة شكلها جميل اوي انا هسيب بقى ورقة هنا عشان يعرف اللي العربية دي بتاعته وهكتبله عليها دي عربيتك يا عم فلافيله الجديدة طبعا طبعا يا سمبا واللي هيبقى مبسوط اكتر منه انت يا سمبا وانا كمان احنا هنبقى مبسوطين عشان احنا عملنا خير وكمان ربنا هيجازينا بفلوس كتير قوي يا سمبا وهيبقى عندنا حاجات كتير قوي اكتر من اللي احنا اديناها العم فلافيلو دي ايوا يا بابا انا بحب ساعد الناس الغلابة جدا جدا واي حد محتاج مساعدتي اكيد ما بتأخرش عنده وبساعده ساطر ساطر يا سمبا الواحد لازم يساعد الغلابة ولما يكون يا سمبا معاك اكل وحد جعان لازم تديرهم الاكل بتاعك طبعا طبعا يا بابا انا هعمل كده يلا بقى نمشي بسرعة قبل ما عم فلافيلو ما ييجي عشان ما يشوفناش يلا يا سمبا حبيبي يلا بينا ايه ده الله ايه العربية الحلوة او دي يا سلام يا طرى من اللي جاب هالي او مقرى كده الله دي عربية الجديدة يا سلام الحمد لله ده انا كنت هبقى مش لاقي اي حاجة اكل منها واكسب منها فلوس الحمد لله اللي عربية الجديدة دي تصلحت او حد جاب لي واحدة جديدة انا هبيع بقى بطاطا النهار ده بلاش عشان افرح الناس زي ما انا ما فرحت كده الف حمد وشكريك يا رب يا سلام عم فلافيلو اوي فرح بالعربية الجديدة بتاعته انا فرحان اوي وانتو يا اصحابي ما تنسوش تفرحوا لحواليكو كلهم اي حد محتاج مساعدة ولو ببسيطة نعمل هالو يعني مثلا صاحبك في المدرسة مش معه فلوس وانت عارف اللي هو فقير ومعهش حاجة ممكن تساعده وتدينه جزء من مصروفك او ممكن يكون معاك بسكوت تدينه انت نص وهو نص هيبقى فرحان قوي وممكن برضو حد غلبان جعان ممكن تساعده باكل وهدومك القديمة ما ترمهاش في ناس تانية غيرك محتاجينها متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا اللايك اللي اصبعه الفوق وكمان تشتركوا في القناة مع السلامة باي باي